اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نجتمع اليوم لنحتفل والامة الاسلامية بذكرى ميلاد خاتم الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه هذا اليوم المبارك الذي اذن الله تعالى فيه لشمس الهداية النبوية ان تشرف على الدنيا بمولده صلى الله عليه وسلم ويطيب لي في هذه المناسبة العطرة ان اتوجه بالتهنئة لشعب مصر الكريم ولكافة الشعوب العربية والاسلامية سائلا الله العلي القدير ان يعيدها على الشعب المصري وعلى الامتين العربية والاسلامية وعلى العالم اجمع بالخير واليمن والبركات السيدات والسادة ان الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يبعث في قلوبنا معاني الانسانية الحقيقية إذ كان مولده صلوات الله وسلامه عليه احياء للانسانية وتكريما لها ولعل احتفالنا اليوم يمثل فرصة للاطلاع على سيرتها العظيمة صلى الله عليه وسلم وتعزيز مفاهيم رسالة الاسلام في اذهاننا التي بلغت بالانسانية اعلى درجاتها فرسمت للبشرية طريق المحبة والاخاء من خلال منظومة اخلاقية من شأنها ان تجمع ولا تفرق وتبني ولا تهدم فهي رسالة تدعو الى التعايش والبناء والتنمية حس بيانت ايات القرآن الكريم ان من اسم غايات الخلق بناء الانسان بناء قويما ليؤدي مهمته التي كلفه الله تعالى بها الا وهي اعمار الكون وتنميته ولا شك ان مهمة بناء الانسان وتكوينه واعداده مسئولية تضامنية وتكاملية تحتاج الى تضافر جهود المؤسسات الدينية والعلمية والثقافية والشبابية والاعلامية ومن قبل كل ذلك الاسرة لنبني معا انسانا قويا واعيا رشيدا يبني وطنه في مختلف المجالات ليكون قدوة ونموزجا حسنا لتعليم دينه انسانا صاحب شخصية قوية سوية قادرة على تخط الصعاب ومواجهة التحديات وبناء التقدم والحضارة والعمران السيدات والسادة ان قول رسولنا الكريم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق لهو دعوة لنا جميعا ان نتحل بالاخلاق الحميدة في جميع مجالات حياتنا متطلعين في هذا الصدد الى مزيد من الجهود في بناء الانسان بناء اخلاقيا وعلميا وثقافيا ومعرفيا ونوعيا من خلال استخدام جميع الوسائل الحديثة والاساليب المتطورة التي تتسق مع طبيعة العصر مستجداتي لينطلق الانسان في تعامله مع غيره من خلال مبادئ سامية يعموها الخير والنفع والرفق والشفقة والرحمة بجميع الناس لتعيش كل الشعوب في اجواء من السلام والامان ويكون منهجها عند الاختلاف قائما على اساس من الحوار والاقناع دون اكراه او اسهاء وفي الختام واكد اننا في حاجة ماسة لمضاعفة الجهود التي تقوم بها جميع مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الدينية في مجالات بناء الانسان وترصيخ القيم ونشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الافكار المتطرفة والهدامة كما اؤكد ان الدولة المصرية لا تدخر جهداً في توفير كل الدعم وتهيئة المناخ المناسب لانجاح تلك الجهود اشكركم كل عام وانتم بخير ومصرنا والامة الاسلامية والانسانية كافة في خير وامان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام الوطني اشتركوا في القناة